يهدد اغتيال رئيس هايتي جوفنيل مويس في هجوم المسلع على مقر إقامته الأوضاع في هذا البلد المتوتر أساساً فالاغتيال يأتي وسط أزمات سياسية واقتصادية وأمنية تعاني منها هايتي البلد الأفقر في القارة الأمريكية يأتي أيضاً وسط معارضة واسعة للرئيس وتحديداً للتمديد لولاياته الرئاسية فكيف يمكن أن تكون ترددات اغتيال رئيس هايتي بعد إعلان رئيس الحكومة حالة الطوارئ قبل ساعة؟ معنا من باريس الخبير العسكري والاستراتيجي دومينيك ترانكون أهلا بك سيد دومينيك عبر أسكاينيوز عربية البلد الأفقر لم تصل إليه لقاحات كورونا أزمة سياسية العصابات تسيطر على أجزاء واسعة منه يعتبر خاصرة رخوة في القارة الأمريكية كيف يمكن وصف الاغتيال واستفاق الهيتيون في العاصمة بورتو برانس قبل ساعة من الآن على هذا الاغتيال وتقول المعلومات بأن عصابات داخلية نفذتها مساء الخير جميعاً وشكراً جزيلاً على استضافة إن مقتل الرئيس يظهر الحالة الكارثية التي تواجهه دولة تهيتي نحن نتكلم عن رئيس قتل مساء أمس وهذا أمر كارثي ولكن منذ الأول من يوليو أي منذ أقل من أسبوع ستين شخص قتلوا في هايتي ونعرف أن هناك أربع مناطق في الجنوب التي أغلقت بشكل تام ولا يمكن لأحد ذهاب إلى الجنوب لأن هناك ميليشيات وعصابات مسلحة سيطرت على هذه المنطقة بالتالي هايتي دولة فقيرة جداً وتواجه أزمات منذ أكثر من عشرين عاماً لا أتطرق أيضاً إلى الكوارث الطبيعية التي وجهتها مثل الزلزال التي أصب البلاد منذ بضعة سنوات ولكن نعرف أن الرئيس كان معارض عليه كثيراً رئيس الوزراء كان معين أيضاً منذ أسبوع وهو سابع رئيس الوزراء يعين في أقل من عام ونعرف أنه ألغت الانتخابات ونعرف أن أيضاً رؤساء بلدية لم يعيدوا انتخابهم الوضع فعلاً كارسي في البلاد ومقتل الرئيس يسلط الضوء على هذا الوضع الكارسي في البلاد إعلان حالة الطوارئ إقفال اليوم كل مناطق وأحياء العاصمة هل سينجح الجيش في السيطرة أي دور أيضاً لرئيس الوزراء هناك معلومات أيضاً ملاقع أمريكية تتحدث بأن الانقلاب كان سيحصل في أي لحظة وجاء اغتيال الرئيس كان يمكن لهذا المقتل أن يحدث في أي لحظة أنتم محقون نعرف أن تم فرض الآن حظر تجول على الجميع لمحاولة السيطرة على البلاد وفي حال الأشخاص الذين قتلوا هذا الرئيس كانوا يريدون الرد يمكن لهذا الحظر أن يمنع هؤلاء الأشخاص من التعرض للآخرين ولكن نعرف أن الشرطة والجيش غير قادرين على السيطرة على الوضع في البلاد نعرف أن هناك عصاب مؤلفة أيضاً من أعضاء الشرطة ويجب أن لا ننسى أيضاً ماذا حصل منذ بضعة أيام حين عشرات الأشخاص قتلوا على يد عصابات مؤلفة من الشرطيين إذا نعرف أن الوضع غير مستقربتات في هيئتي وأنا أعتقد أن حظر التجول قد يسهم في تحسين الوضع وربما لمعرفة ما إذا كانت هناك محاولات أخرى لقتل الرئيس وعلى أمل أن إعلان حالة الطوارئ قد تعيد تسهم في تحسين الوضع علماً أن رئيس الوزراء عليه أن يستبدل الرئيس بانتظار الانتخابات الجديدة ولكن نعرف أن رئيس المجلس البرلمان قد توفي جراء فيروس كورونا وبالتالي هو غير قدر على تسلم هذا المنصب نحن بانتظار معرفة تطور الأوضاع في هيئتي ونحن بانتظار لمعرفة كيف المجتمع الدولي بإمكانه الرد على ماذا حصل يجب أن لا ننسى أن كان هناك الكثير من الفرق تابعة للأمم المتحدة التي ذهبت إلى هيئتي وكانت تعود بعد أشهر بسنوات بعد ذلك لتؤكد على عدم الاستقرار في هذه البلاد رفض التعديل الدستوري من قبل المعارضة اللافت بأن الرئيس مويس كان غير سبع رؤساء وزراء خلال أربع سنوات الأخيرة كان هناك مسع أيضا لتغيير وزاري جديد الأسبوع المقبل كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة اليوم وماذا عن دعوة بجلس أمن الاتحاد الأوروبي واشنطن لندن إلى انتخابات اليوم في هيئتي على وقع هذه التطورات الأمنية قبل نهاية هذا العام نعرف أن الوضع صعب جدا مجرس الأمن الأممي سيجتمع لمحاورة اتخاذ قرارات في المرحلة الأولى لبدء بإعلان بأنه مصطوب مما حصل بعد ذلك دول أمريكا اللاتينية قد نددت بماذا حصل وأعلنت أنه من المرجح ضرورة نشر بعض الجنود الدوليين لمحاولة السيطرة على الوضع يجب أن أذكر أنه منذ 25 عام هناك الكثير من الفرق الدولية التي تثالت في هذه المنطقة لمحاولة التوصل إلى استقرارا في المنطقة إلا أن الوضع مأسوي جدا والدعم الدولي على الصعيد التغذوي على الصعيد المالي السياسي والأمني ربما بإمكانها أن يسهم في أن تعود الوضع إلى الاستقرار ولكن لا نعرف ما إذا الوضع ربما يسهم في تحسين الوضع على العقد المقبل ولكن نحن بانتظار معرفة ذلك الحلول اليوم مع هذه الأجواء السياسية التي صدقت اغتيال الرئيس ستمسك بها الجهات الدولية ما خطورة أن تتحول هذه الجزيرة إلى ربما انفجار في قارة إفريقيا وهذا ما حذر منه عدد من رؤساء الدول قبل ساعات وكيف يمكن الخروج إن كان بتعديل دستوري أو عفوا استفتاء دستوري على الفترة المقبلة أو أما أن الذهاب إلى الانتخابات وفق دعوة مجلس الأمن السؤال الأساسي هو معرفة ماذا سيحصل على الصعيد الأمني وما إذا الوضع يسمح بإقامة أو بإجراء هذه الانتخابات وفي حال تضح أنه في الأسبوع المقبلة لا يزال الوضع متزازع ومتصدع لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيتمكن من نشر عملية دولية لمحاولة العمل على تحسين الأمور أذكر كم من الفرق التي حاولت العمل في هذه البلاد ولكن كل مرة نشهد كم من الصعب تغيير الوضع هل يعتبر المجتمع الدولي أنه يجب إرسال هذه الفرق إلى هذه الجزيرة علما ما هي النفقات المرتفعة لمثل هذه العمليات أم أن هذا هم المجتمع المحلي بإمكانه أن يسهم على أن تصدقر الأمور أم لا أشكرك جزيلا شكر للخبير العسكري والاستراتيجي دومينيك ترانكون كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في العاصمة الفرنسية باريس ترجمة نانسي قنقر